ما ننسى دور حد مهم قوي هو جبل يعني أبو جبل عمل مبارح دور بطولي في الحقيقة في صد دربات الترجيح وكمان في المباراة نفسها والمباراة اللي قبل كده شايف دوره ازاي يعني هو كان داخل البطولة دي وعارف ان هو احتياطي بعد الشناوي والشناوي في الحقيقة قام بدوره لغاية للأسف ما حصلت الإصابة لكن شايف الثقة دي استمدها منين أبو جبل والاكتشاف اللي احنا اكتشفناه في ده حصل ازاي انا كنت بتكلم على اي لعيب داخل جول منظومة بيقدي انا قلت على مهند مبارح امام نفس الكلام ينطبق على ابو جبل ابو جبل عنده الشخصية بعيد بقى عن الكرة الشخصية بتفرق اللعيب اللي عنده شخصية هو اللي بيبان في المواقف دي وكان واضح جدا جدا ان ابو جبل مركز يعني في اللعيبة كلها انا قلت هراك ايه هما كلهم مركزين في حالة تركيز كبيرة جدا عند اللعيبين كل واحد على اهوبة الاستداد ويساب له كم مصاب ورفض اللي هو يخرج ولما يعني تم يعني اعادة الاستشفاء لي او تم رفع يعني كفاءة شوية الروح الروح عالية جدا اتمرر ماتش اتمرر انتمرين عواحدة ونزل شوفناه بالشكل البطولي بتاع انبارح الروح عالية جدا زهنه كان حاضر في اللقاء بتاع كوديفار وصابت الشناوي كان زهنه حاضر جدا تركيزه وتعامله مع الكرات اللي جاتله وبعد نزوله على طول تعرف اللي ده قاعد فيه ناس بتبقاعد على الديكة مش في دماء بمناسبة الروح اللي حضرت بتكلم فيها كابتن ايهاب شوفت ازاي اللقطة قبل ضربات الترجيح يمكن كنت بتكلم فيها الازازة لا الازازة دي قصة تعويزة لا مش تعويزة انا عرفنا عرف نفسينا يعني جامايكا اللي قال عليها عاصم الحاضر انبارة لكن هنروح للازازة برضو بس عاوزين نعرف شوفت ازاي اللقطة الانسانية اللي كانت موجودة قبل ضربات الترجيح لما الشناوي راح يعني بيرفع من الروح المعنوية لابو جبل وكان فيه حديث كده ما بينهم استمر المدة دقيقة تقريبا ما بينهم بعضه كان بيطبطب عليه قبل ما يروح شوفت دي ازاي شوفت دي منتخب مصر هي دي مصر هي دي الروح اللي احنا عايزينها هو الشناوي حتى بعد اللقاء الجمهور بيحييه لا بيشاور على ابو جبل لان ابو جبل هو اللي يستحق انا مش الشناوي اللي يستحق اكون صاحب الفرح او صاحب اللي لازم بنقول او صاحب المكسب لا هو ابو جبل هو اللي تاب هو اللي اجتهد هو اللي وصلنا لمباراة النهائية الروح موجودة انكار الزات موجود الشناوي احد كبات المنتخب مصر وكابتل النادي الاهلي خلاص عنده حالة من النضج الكبير جدا روح متبادلة